قالت أبحاث جديدة إن الإصابة بفيروس كورونا تترك بصمة تعبير جينية على الخلايا العصبية التي تنقل المعلومات الحسية إلى الدماغ ما يفسر ذلك طول الإحساس بالألم بعد الشفاء من المرض وفادت الأبحاث أن بعض المتعافين عانوا من ألم في الصدر أو الحلق وألم عضلي حيث أن الفيروس يترك بصمة في العقد الجذرية الظهرية للخلايا العصبية التي تنقل البيانات الحسية إلى النخاع الشوكي والدماغ للمعالجة وأن هذه البصمة تستمر حتى بعد الشفاء